قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيي ان جميع المصابين بوباء كورونا في فلسطين المحتل تتم معالجتهم مجاناً وانه لا يوجد اي حالة من المصابين تحت التنفس الاصطناعي اشتيي اكد ايضاً على بقاء الاجراءات التي تم اتخاذها سابقاً على حالها في كل المحافظات استمرار السماح بدخول البضائع ما بين المحافظات بسهولة ويسر الاهتمام باستمرار جميع الاعمال الزراعية والثروة الحيوانية على اكول وجه سيتم السماح بفتح المكتبات ومتاجر القرطاصية ومحلات الغسيل والكوي والخياطة ومحلات اللوازم الكهربائية والصحية ايام الجمع من الساعة العاشرة وحتى الخامسة مساء على ان تغلق جميع محلات السوبر ماركت والسمانة والبقالة في ذات اليوم بعض المصانع التي تثبت انها قادرة على الحفاظ على سلامة عمالها وموظفيها والالتزام بذلك وترتيب شأن تنقلهم والتباعد فيما بينهم اثناء العمل سوف يسمح لها بالعمل وبتصريح من المحافظ وتزكية من وزارة الاقتصاد على ان تتمتع بكامل اجراءات السلامة الصحية ويكون العمال من داخل المحافظة ووفق معايير توافق عليها وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة